للمفتي للدكتور شوقي ونسأله المسجد القاموي اللي في سوريا حسبك لك ان انتوا بتستولوا بتستولوا على الكنيس طبعا بتاعة تركيا صارخ صوت صارخ بيقولك انا كنيسة وانت حولتني الجامع والمصيبة لسه مسميها صوفيا استولتوا عليه واستولتوا على كتير جدا لكن انا حوليك الجامع الاموي اللي في دمشق عشان اسبتلك بس ده الجامع الاموي انا عاملة سهم على القببة بتاعة الجامع في فعالهلال والسهم التاني على الرسومات بتاعة الكنيسة دي كانت بتاعة يحنى المعمدان دي كانت كنيسة كانت كنيسة يا دكتور شوق كانت كنيسة يا شيخ يا احمد يا طيب واستولتوا عليها برضا يا طرق عارف ليه يا دكتور شوقي يا حج احمد يا طيب عارف الشرع اللي فيه كنيسة يحنى المعمدان دي ليه مسمى باسم النافورة النافورة اوليكو باية الصور عشان تعرفوا اول صورة ادي ده جزء من الكنيسة السابق جزء من الكنيسة لما الحلوين دخلوا وغزوا سوريا زي ما غزوا العراق والحج خلد بن الوليد كان بيدبح يدبح بكل فخر الحج واجدي غنيم فخور جدا بخلد بن الوليد بكل فخر كان بيدبح المهم لما غزوا سوريا وشافوا كنيسة يحنى المعمدان دي الكنيسة دي وفيها القبر اللي مدفون فيه رأس يحنى المعمدان اللي انتوا بتقولوا عليه يحيا بعد ما هيرودس قتله الرأس مدفونة هنا اهي شايفين الخط الاحماد اللي انا عاملاه ده القبر اللي انا عاملاه بالمستطيل ده ده القبر لان ما فيش حد بيدخل جوه فانا لقطة او يعني قصة الصور من اه عندهم ما فيش حد يدخل المكان ده لكن هو معمول عنه فيديو شوفوا بقيت الصورة عشان اثبت لك انها كانت كنيسة شايفين اللزة اللي فوق ده اه سوري اللي في وسط الساحة دي المستطيل او شبه المستطيل بتاع الازق ده اهو ده جورن المعمودية ده يا شيخ شوق ايه ده جورن المعمودية اللي كان بيتم تعميد المسيحيين فيه اهو موجود ومازال قائم مازال قائم اهي المعمودية هي اللي انا عامل عليها السامن دي المعمودية شايف ومازالت قائمة تستولوا عليها انتو ليه بقى تستولوا على الكنيسة ليه وتحولوها الجامع ما عندكوش يعني ساعة مالحج خالد لما دخل ما كانش فيه اراضي ينفع تبني فيها جامع ما كانش فيه اي مكان ينفع تبني فيها جامع لكن لازم استولى على الكنيسة عشان خطر احولها الجامع يا حرامية اهو وللأسف المؤمنين واقفين بيصلوا ما هماش عارفين ان هم المكان ده مكان مسيحي الا ليه صحيح اله الاسلام غير من يحنى اليحية ليه هو ما كانش عاجبه اسم يحنى يعني ايه سبب تغيير الاسماء ناس اخو منسوخ يعني يا ايه ده هو انا سمته يحنى لا 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 ده اسمه يحية ليه يحنى المعمد ده بالمناسبة بقى ليه الشارع اسمه شارع النفورة لان الحلوين الغزا قاطع الطرق لما دخلوا الكنيسة وعايزين يحولوها لجامع طبعا لازم يهدوا كل معالم الكنيسة ويضيعوا كل معالم جوموا عند القبر وبتدوا يهدوا والعمال الحرمية والقائد السفاح لما بتدوا يهدوا رأس يوحنى المعمدان المفروض انها مدفونة من سنين طويلة يعني مفاش ولا نقطة الدم المفروض خرج منها نفور الدم غرقت المكان كله حتى لغاية الشارع لغاية الشارع برق لدرجة ان العمال اترعبوا من منظر نفورة الدم ازاي ده حتة رأسة قد كده ازاي تخرج دم ده كله خرجت منها الدم العمال هربوا معرفوش يوقفوا الدم ولا اي حد عارف يوقف الدم الدم شغال لغاية ما الارهابيين قاطع الطرق السفحين جابوا البطرك بتاعهم وصلى عشان يتوقف الدم ده وبالتالي بعدها سموا الشارع شارع نفورة كان مفروض يسموها نفورة الدم عشان يفتكروا عشان تاريخ يذكر ان كان فيه هنا استلاع على كنيسة ايه رأيك في العمران والمبانية دكتور شوق ايه ايه رأيك في الطمقنينة اللي عاشوها اهل دمشق ايه رأيك في البلاد اللي غزاها خالد وغير وعمر وغير وغيره كانوا عايشين في امان كانوا عايشين في طمقنينة كانوا فعلا الناس الواحد يفتخر باللي عملوه كم كنيسة استولتوا عليه كم اشتركوا في القناة